مضخات البروتون هي مركبات بروتينية تحرك البروتونات المتولدة أثناء تفاعلات الأكسادة عبر غشاء الخلية عندما تتحرك البروتونات عبر مضخة البروتون فإنها تبدأ في التراكم على السطح الخارجي للغشاء تتراكم البروتونات على السطح الخارجي للغشاء مما يخلق تدرج تركيز الغشاء لا يقبل نفاذ أينات الهيدروجين المشحونة فلا يمكنها أن تنتشر مرة أخرى عبر الغشاء بدلاً من ذلك يجب عليه المرور عبر قناة خاصة تتحرك البروتونات عبر هذه القناة الخاصة وهي الإنزيم ATP Senses يستخدم هذا الإنزيم الطاقة المشتقة من حركة هذه البروتونات لتحويل ATP إلى ADP وتسمى هذه الآلية لإنتاج ATP التناضح الكيميائي